اكتظاظ كبير تشهده الاستعجالات بالمؤسسات الاستشفائية ما دفع بوزارة الصحة إلى إطلاق شبكة التكفل بالاستعجالات التي تعتمد على استقبال مؤسسات الصحة الجوارية للحالات الاستعجالية تحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الصحية الجوارية أولوية تفرض نفسها بهدف تقريب المواطني منها ومن الأطباء العامين وهم أول من يستقبل المريض تكفي ، جداً يسموا أن 10 أعضاء صحية التكارات والجمعة تشهدهم المسمى من 158 حياة صحيات المتحدة والوزارة ومشارة أصبر على ستصح المنزل المنزل من 1677 مدين جنالات وهذا يأتون أن يسخباض خاص DIRECTOR المنزل علينا يكون بغالت صحية المنزل علينا يسخباض قم قبل أن يصبح من المشاركة لن يوجد من العمومي حول جزء المنزل بصدر عن المنزل علينا ورأي الأنزل علينا من الإصلاح الذين المنزل علينا إعادة تأهيل مصالح الاستعجالات وتجهيزها بالمعدات اللازمة هو ما ينتظر من هذه الشبكة حتى يتمكن المواطن من العلاج بالمرافق الجوارية من جهة ويخفف الضغط على المستشفيات من جهة أخرى